إذن للحديث عن واقع حقوق الإنسان في العراق والتحذيرات من الانتهاكات المستمرة ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الباحث القانوني في المرصد الأوروم متوسطي عمر العجلوني أستاذ عمر مرحبا بكم بداية لو تحدثنا عن من يتحمل المسؤولية من المسؤول عن تردي حقوق الإنسان في العراق هل هي الحكومة أم الأحزاب أم الميليشيات أم تراها أن الأطراف ثلاثتهم مجتمعة في تردي حقوق الإنسان في العراق أهلاً وسهلاً بك ومشاهدين قناة الرابطين الكرام في واقع الحال فإن كل عناصر منظمة الحكومة في العراق مسكدون عن هذا التردي المستمر سواء بارتكاب الجراء بصفة مباشرة باختلاف أنواعهم من القتل بالاقتطاف والاعتقال التعسفي أو عبر إهمال محاسبة المتورطين فيها وتشكيل لجعل تحقيق غير فعالة وانتهاءاً بتجديد الغطاء السياسي المتورطين في هذه الجرائم المرأة التي تجدها الأخرى يعني بصفة عامة فكل هذه الأطراف متورطة في التردي المستمر في الحقوق الإنسان ولكن كل جهة تقوم بالمساهمة بهذا التردي بشكل مختلف عن الأخرى سيد عمر موضوع التدهور بحقوق الإنسان لماذا يظهر بشكل كبير بين شريحة النازحين ما سبب في ذلك يعني يعود الأمر في ذلك إلى أن شريحة النازحين هي الشريحة التي تعاني من الإهمال الأكبر والانتهاكات التي تتوقف هذا الأمر ليس مقتصراً فقط عن الإغلاق المتتالي للمخيمات التي أصلاً هذه المخيمات تعاني من مشاكل توهرية وهناك أيضاً ترك لهؤلاء النازحين في المخيمات العشوائية وحرمان ألاف منهم من وثائقهم الثووتية يعني نحن في المنصد واستقنا في بيان سابق أثر حرمان هذه الوثائق الثووتية على اللازحين وعلى عدم قدرتهم على العمل ولو بشكل متقطع من أجل تأمين احتياجاتهم في هذه المخيمات يعني حقيقة الأمر أن ما يجري هو تحويل ومنهج لملف النازحين إلى ملف مواطنين يقطنون في مناطق عشوائية مما يعني أهمالاً كاملاً لهم متعاملين الحقيقة تهجيرهم من بيوتهم ومناطقهم وإلى حقبهم أضرار كبيرة في هذا الإطار أستاذ عمر يعني من الذي منع الحكومات المتعاقبة في موضوع تحسين حالة حقوق الإنسان في ملف النازحين وبالتالي يحسن هذا الوضع لا سيما مع انتهاء العمليات العسكرية الحكومات المتعاقبة دائماً ما تتحجج بقضية الهاجس الأمن وتقول بأن الهاجس الأمن هو ما يحول ما بين هؤلاء النازحين وما بين عودتهم لمنازلهم وهذا يعرق عودتهم ويعرق العملية إعادة الإعمار في الحقيقة مع هذه الحجج المتتالي لم نرى ولم نشاهد أي خطوة عملية من قبل الحكومات المتعاقبة لمعالجة هذا الهاجس الذي يتحدثون عنه فإذا كان هذا الهاجس فعلاً موجوداً فالسؤال الذي يطرح في هذا المقام ما الذي فعلته الحكومات المتعاقبة لمعالجة هذا الهاجس ما يقال وما يروأ حول هذا الهاجس هو فقط من أجل الاستمرار في هذه المأساة والاستمرار في تجاهل حقيقة ما يعانون هذا الهاجس لو تطرقنا إلى موضوع مهم وهو السجون الحكومية هل وصل العراق إلى مرحلة يتطلب فيها وجود لجان تقصي حقائق تكون دولية ومستقلة لكي تنظر بموضوع السجون الحكومية والميليشياوية يعني عدد الجرام ترتكب في السجن العراقية كبير جداً ولا يمكن الحصول على رقم دقيق بخصوصه ولكن ما يضفر للعلن من الانتهاكات تشير إلى تنفيق التهم والتعذيب من أجل إفراه ما تقين عن الاعتراف أن هذا الأمر هو سياسة مستلعة في السجون يعني وحديثاً ويعني فقط لخلال الأسبوع الماضي نحن رصدنا انتهاكاً خطيراً حدثاً مع أحد المواطنين في كارفو لثقت له تهمة وتقل لمدة سنة وتعرق للتعذيب أدى لبث الأصابعه والمؤلم فيما حدث معه أن من لفق هذه التهمة هو عنصر بالحنش الشعبي حذر التحقيق وحذر إحدى جسلات التعذيب وعلى هذا الأمر فإنه أصلح منظره ويتشكيل لجان دولية لتقصد الحقائق وإعادة هيكلة منظمة العدالة في العراق وعلى رأي سلك الإجراءات إعلان عفو عام ينهي عذابات المواطنين الذين أعتقلوا بناء على تهم كيدي بنظر مستقبلية استشرافية هل يمكن الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في العراق يعني هنا بمعنى أوضح لماذا تغيب الاستراتيجيات الواضحة لتعزيز حقوق الإنسان داخل البلاد السبب الرئيسي أن كل الحكومات المتعاقبة باختلاف توجه السياسي تعامل منفح حقوق الإنسان معاملة واحدة معاملة تقوم على تجاهل الانتهاكات المتكررة وغياب المحاسبة وغياب أي خطوة عملية من أجل ذلك وأي خطوة يعني يعلن عنها تكون فقط لإسكاة الناس وللاستمرار في هذه الجرائم المطلوب كما أشر قبل قليل هو عادة هيكلة منظمة العدالة في العراق عبر التعاون مع المجتمع الدولي لما يشمع ذلك تشكيل لجان دولية محايدة في معالدة مختلفة من المنصات وعلى رأسها ملف جرائم التعذيز الشجون وحاسرة المتورطين في الجرائم منتكبة ضد المتظاهرين بالإضافة إلى إنهاء معاناة النازلين بشكل جدري والدائم من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي عمر العجلوني شكرا جزيلا لكم